وعشان كده كانت الحركة أو المبادرة اللي عملتها وزارة التضامن الاجتماعي كانت مبادرة رائعة الحقيقة لأنه ده سكتر أو ده قطاع كبير من الشباب المصريين بيشتغلوا فيه وبقى قطاع مزدهر جدا زي ما انت قلت بدأ مع كورونا ومشتمر وحيكمل على فكرة لأن الـ Online Shopping والشراء من خلال المنصات بتاعة الانترنت المختلفة لغاية السوبر ماركت انت بتخش تشتريه من منصات كتير مختلفة فالحركة دي اسمها طريقك أمان أو طريقك أمان قامت بيها وزارة التضامن عشان تضمن بعض الحقوق لهذا القطاع منهم انهم يخشوا تحت مظلة التأمين الصحي ويبقى ليهم تأمينات صحية لو حد تعرض لحدثة لو حد تعرض لوحك صحية لو حد تعرض لمشكلة ما يبقى فيه تأمينات صحية بتدعمهم وبتغطي احتياجاتهم كمان عملوا زي كده جمعية اسمها جمعية الخدمات للعاملين في القطاع ده بتسندهم اقتصاديا بتساعدهم على انهم ممكن يمولوا مشروعات صغيرة وتساعدهم على تحسين دخلهم حين المبادرة دي كمان بتقوم ببرامج تدريبية للعاملين في القطاع ده على اسليب القيادة الامنة والسلامة المهنية والغوقاية من المخاطر وده شيء عظيم مبادرة دي قامت خلال حفل اطلاقها وزعت مجموعة من خوز الحماية على مجموعة من عمال التوصيل لحمايتهم على الطريق انا شايفة انه كمان فكرة التوعية وفكرة انهم نقدم لهم تدريب لطرق القيادة السليمة وطرق القيادة الامنة وان احنا نوفر لهم كمان دي حاجة مهمة قوي ان الشركات اللي بيشتغلوا فيها والاماكن اللي بيشتغلوا فيها لازم توفر لهم عوامل حماية من خوز من ملابس معينة لانه بيتعرضوا لحاجات كتير جدا على الطريق اهدفها كمان توفير مئات الالاف من فرص العمل في قطاع الخدمات التوصيل وحتتيح للعملين في القطاع ده مبادرة او الاستفادة من مبادرة معاشك بايدك للعمالة غير المنتظمة ودي حاجة مهمة اوي او لانها تعتبر من العمالة غير المنتظمة طبعا صحيح لما يكون عندنا تقريبا قرابة 6 مليون شاب وفتاة بيعملوا في هذا القطاع لما في بلدنا لما تحصل زيادة تصل الى 150% في هذا القطاع حول العالم في حالة حراك في هذا القطاع بالزياد يبقى اعتقد ان احنا محتاجين نقف هنا